السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وسهلا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم موضوع جدا هام متعلق باخذ باك اوب من الداتا بيز والملفات اللي بتهمنا في مشروع لرافل ورفعها على S3 جميل طبعا هو ممكن انت تخلي الباك اوب على نفس السيرفر اللي انت شغال عليه لكن طبعا احنا سلسلتنا عن Amazon and Services والشي الافضل العملي اكثر ايضا حتى انك ترفع على الباك اوب على S3 بحيث ازا فقدت السيرفر ما يكون عندك مشكلة وطبعا ممكن انت تعمل انك انت تشغل كل عشر دقائق كل خمسة عشر دقيقة على حسب المشروع اللي انت اشغال عليه وعلى حسب الوضع اللي بناسبك ومهما كان يعني مسلا خمس دقائق عشر دقائق ما هيكون في كتير تكلفة كبيرة لانه انت عندك عملية جدا معدومة وعملية أصلا ما رح يتكون كتير مكلفة زائد اني اللي رح نستخدمها بتحذف الباك اوبس القديمة بشكل تلقائي وتبتخلي باك اوب بناء على كونفيجوريشن نحن بنحدده فنحن ممكن انقلها مسلا انا بدي كونفيجوريشن تخلي كونفيجوريشن كل سنة وكونفيجوريشن كل شهر كونفيجوريشن كل اسبوع ففي كتير يعني اوبشنز في عملية الكلين اوب للباك اوبس القديمة فبتخلي الموضوع جدا جميل طيب طبعا نحن في درسة السابقة ربطنا مشروعنا مع امازون ويبسيرفيس نازل عملنا اي دابل يو اس باكت وربطنا استريع فون باكت وربطنا مشروعنا معها فرح نستفيد من الشيء اللي عملنا في الدرس السابق لحتى نعمل في درسنا الحالي طيب الخطوة الاولى انا رح اروح على موقع الباكت اللي رح نستخدمها الباكتج عفوا اللي رح نستخدمها هي اسمها من نسباتي اللي هنا طبعا معروفين ان هنا بعملوا احسن شيء باكتز للارافل وبعملوا باكتز كتيرة فرح نبدأ مع خطوات ال Installation and Setup ونمشي معهم طبعا باولا رح نعمل require للباكتج هذا هو مشروعنا اللي شغالينا عليه هعمل له انا require ومحتاجين انتظر شوي صغيرا بما تنزل طيب انا قبط تسجيله بما نزلت الباكتج ورجعنا لكم الان بعد ما نزلت بشكل ناجح الان بنتابع الخطوات فرح ارجع لي التوثيق الرسمي وعمل عملية vendor publish لملف backup service provider ورح نضغط على enter الان عبيقلي انا عملتلك ملفين جداد عملتلك language لحتى تعذر على اللغات نهاية package ممكن تدعم كمان لغة العربية وايضا عملتلك ملف configuration للباكتج اللي هو طبعا كتير باهمنا وحيكون كل شغلنا موجود في جميل هذا هو الباكتج هذا هو الملف ايش الconfiguration الان احنا ممكن ممكن نبدأ نطلق على الconfiguration بشكل سريع مبدئيا ال name هو عبيعطينا الان name of this application you can use this name to monitor هذا بنوع من انه اسم لي الباكتج ممكن نستخدم الاب name نفسه اللي موجود عندنا جواة environment اللي هو في حالتنا هون لا رفل ما كتير منهم هنو بالنسبة لي الان هون بنبدأ بقى source هي شي الاشياء اللي احنا بدنا نعملها backup بنبدأ بالفايلز الفايل هون هو عبيعمل include basebath كله بالكامل اللي هو انا بالنسبة لي يعني شي useless برأيي ما له فائدة لان انت اصلا ملفات ال php غالبا هي موجودة في get اصلا فانا ليش حتى اعمل source code اخد له backup فانا بصراحة ما كتير مفضل هذا الموضوع وعب يعملو exclude لملفات ال vendor و node modules كون انه هي جاية ثيرت باورتيز و ما رح تكون يتهمك انا ايضا موضوع الفايلز عادة ما كتير بدخله بس كتجربة رح ندخل بعض الملفات بعد قليل اللي بهمني اكتر شي انا فعليا وفي الحياة العملية حتى في كل المشعورية اللي انا بشتغل عليها هيوية database فانا هنبلش ننزل شوي عبقلك follow links هاي مشان اذا في عندك semi links غالبا ما رح تحتاج للموضوع رح تقول له false و انه avoid unreadable folders كمان كل false تجاهل كل هذي الامور جميل الان بنبدأ بالكلام اللي بهمنا ال databases هون ايش هي الملدقة databases اللي بتهمك هي database ال mysql ال database mysql طبعا هنجاب هذا الاسم جابه من هون اللي هي هي طيب هاي ال database اللي انت بدك تعمل لها جميل database هذا شغلته ان هو بيعمل عملية للملف ال database اللي بيطلع هون عندي انا على ويندوز ما رح يشتغل معي بسبب الستقب عندي ما رح يتناسهب مع هاد الموضوع لكن على انا على سيرفرات انا بحط هذا الشيء بفعله بنسخ من هون انا هاد الشيء بنسخه هيك كنترول سي بعمل له كنترول في فبيشتغل معي هون عندي على ال هذا الجزائب هاد انا موجود عندي رح يكون رح يسبب لي مشكلة على ال فانا مبدئيا هون بتركو اذا جيت ترفع على سيرفر حط مثل ما انا عملت اللي بعده بقى هون انت بتقوله وين انا بدي احفظها اللي هي باي ديفولت موجودة على لوكل اكيد ما رح تكون على بابلك لان ما رح نقوله للناس تعالوا حملوا الملفات وموجود على لوكل بالتالي الناس ما بتقدر تحمل الملفات هاي وبعد شوية طبعا رح نبدأ ننقل على استري وهون انت بتحط اذا بدك بريفكس قبل اسم الملف ممكن تحطه اللي بدك اياه يعني مثل الملف اللي رح يطلع التعطي اسم ما كتير مهم هذا الكلام كله وهون عم بيقولك اني انا استخدم ملف مؤقت للعملية للعملية الباك اوب ما كتير مهمة ننجي لهون لشي كتير حلو وكتير مهم اللي هو في الناتوفيكيشنز هون عم بيقولك انه انا رح انبهك بالاستخدام يعني تنبيه هون متل ما احنا شايفين اذا عندك باك اوب فيلر باك اوب ساكسيد عندك عملية كلين اوب فيلد مثلا اي شي بيصير اي افنت رح يصير انا رح اعطيك تنبيه على ايميل طبعا هدول شوي كتار انا عادة ما بفعلهم كلهم بفعل بس انه الفيلد يعني مثلا هون باك اوب وات ساكسيد ما كتير بيهمني يصلني ايميل كل شوي اذا بفعله على كل السيرفرات بينفجر البريد عندي ايضا هون ما كتير بيهمني بيهموني انا هون وهي كمان ما بيهمني بيهموني هدول التلاتة انه باك اوب هاز فايلد اه انهلسي باك اوب وات فاوند وكلين اوب هاز فايلد وهون عندي انا الشانل اللي بدي يجيني الناتفيكيشن عليها محطوطة الايميل اللي هو شي مناسب بالنسبة للي جميل الناتفيكيشن هاي هون بقى شوية اعدادات للناتفيكيشن وكل هاي الامور وهون عندك بالنسبة للا الايميل رح تفعله ممكن ايضا نحط انه يجينا تعمل لك بشكل كتير بسيط انا ما رح ادخل في هاد الموضوع ما كتير مهم بالنسبة للي بهمني انا بس الايميل هلا رح نحط ايميل لانه طيب هون عم بيقولك انت مش هنتعمل عملية وهون عم بيقولك دخلنا كتير في امور بس معلش رايحين هنخلص هلا العملية المونيتور هي بتفحص بتشوف انه هل شغال الباك اوب بشكل جيد او لا لا عملية الكلين اوب هي اللي حكيت لكم عنها في بداية ان قدمت هذا الفيديو اللي هي بتعمل عملية حذف للباك اوب مش ها ما يصير حجم كتير كبير بالتيرابايتس بعدين بيصير بيصير كتير كبير ومكلف فهي بتحط انت استراتيجية معينة فانت بتقول اخر سبع ايام خليهم بتقولو بتقولو كيف دايلي باك اوب سور سيستين دايس اش الفرق بين هذا اول واحد انت ممكن حاطط كل خمسة عشر دقيقة فاخر سبع ايام اللي هو كل خمسة عشر دقيقة كلو بدك تخلي انت طيب هون عندك انت كيب ديلي باك اوبس يعني انا خليلي باك اوب كل يوم واحد بس ما بدي يبقى يعني بعد ما رح يشتغل هذا و بعد هدول السبعة ايام عندي انا خلال الستة عشر هدولي رح يكون عندي من كل يوم باك اوب واحدة بتبقى موجودة هون عندك نفس الشي بس على الاسابيع بقى بتطبقها نفس الشي على الاشهر نفس الشي على السنوات و افكر تضيطة جميع الخورة بتطبيق باك اوبس انا اقول لك هون اذا كانت الباك اوب ممكن لتحديد حجم حجم الباك اوب هذا الكمبيجرات صراحة ما بارها لهو جديد انا ما انتبهت له من قبل رح نشوف mw بعد قليل طيب شرحنا بشكل سريع خلونا نبدأ نبلش شرحنا بشكل سريع خلينا نبلش بشكل عملي بقى ونجرب الموضوع طيب شلون بنشغل الباك اوب حاليا بنشغل الباك اوب ان انا نعمل بايدنا مطلب كومنت فراح اروح انا انسخه من هون باك اوب رن لما بحط انا الباك اوب رن هون مش رح يقل لي انا عب بعمل لك الباك اوب اللي بدك اياه حصلت مشكلة معي واضح ان هو بيحاول على الاس تري يحفظ ما عندي فكرة اش سبب المشكلة بس انا ممكن نعمل شي ممكن يكون بسبب ان هذا الخطأ لان احنا عزفنا ال اكسس كي و السكريت كي ممكن نروح نولد اكسس كي و سكريت كي جديد وبعدين نرجع نجربهم خلونا نروح على اليوزرز و ندخل هون على سكوريتي و نعمل اش اكسس كي جديد بننزخ هذا ونطلع هذا. اذا هذا الكي. هذا السكرت. وممكن نجي لهون تقول له بحبي ارتسان. ونرجع الان ايش نعمل? اوه نفس المشكلة. ما هي قصة هذه المشكلة? هذا الشي اللي عم بيصير ان هو عم بيحاول يبعت ايميل بيستخدام وهو اللي نحن طبعا ممنوع هذا الشي صير. فانا محتاج اني انا اعمل واحدة ما اتنان. يا اما انا اعمل الميلر هو الميل تراب اللي هو بيعطيني عملية للايميل او ممكن انا ابعت لايميلي اللي انا عامله في امازون احنا دخلنا بمواضيع شوي هلا بقى ببعيدة عند موضوع درسنا لكن هي كانت موجودة في اول درس من هذه السلسلة. هو هنا في عندك انت ايميل ادرس لنا انه ونحن طالما الاكاونت طبعنا يزال ما بنقدر نرسل غير بس لهذه دول الايميلات. فانا ممكن اخلي انه يجي على هذا الايميل. فانا بيجي لهون على الميل الميل للميل هون هون يرآد كونترول فيه. جميل. طبعا الدومين تابعنا هو دوت كوم. خلو نجرب مرة تانية. طبعا حتى كان فيني انا الغي ايضا كمان كان رح يمشي الموضوع عادي. ايميل ادرس is not verified. يا اخي ما بدي انا الان تشغلني. بعدين بصلح موضوع عن سخرنا معلق. لانه يبدو في مشكلة. سمع بتتوضح لانه. طيب جميل الان عبيقلك. آآ انه انا ايش? في مشكلة نحاول نفهم اشو هي. آآ انا هون اصلا اصلا ما عندي هذه جريمة كبيرة. قاعدين نعمل ونحن اصلا ما عندنا. فانا بحتاج اني انا انشئ جديدة. واربطها معها. فادا رح اسمي هاي هون الى رغل رح اشغل المحلي عندي. وانتقل على 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 بي اتش بي ماي ادمن. طيب. والان بدنا نعمل الداتا بيز من داتا بيزز كريات. جميل. ممكن نعمل افضل. خلونا مرة تانية نقول له back up run. back up run ازا بدون اي مشاكل تم back up completed. ويعا بيقول لي انا ما بعتلك ما بيهمني الان. خلينا نشوف ال back up اللي ولدته. ازا انا بدخل الان على على ما بدخل على بدخل على اللي هو اسم الايش? اسم المشروع طبعا. بحال ده قتغير هادا المجلد بيك تغيروه من هو اي انا بفضل عادة اني اسمي اني انا اسميه حطو اسم سابت. اسميه بايك بها الطريقة. جرب مرة تانية. طيب. ازا صار عندنا هون مجلد اسمه باك اب. ممكن نحزف هاد الادي. طيب افتاح الملف المضغوط فرجينا ايش فيه جواته. فيه جواته حاليا. راح على الشاشة التانية تعال عندي لهون. سانتفرج عليك. فيه جواته داتابيس دم. جميل هاي هي الديتابيس تبعنا حتى سفتحناها. طبعا ما راح يكون فيه محتوى لاني اصلا ما عندي انا ممكن. ممكن نعمل للديتابيس. فبتعمل لي شوية الجداول. الان ازا عملنا راح يصير عندنا ملف جديد. ولما راح نجي لهون ونشغله. تعال لهون يا حباب. يا شاطر. ايوة ايوة. راح نلاقي فيه عندنا ايش محتوى الداتابيس طبعنا. نعمل له طيب الان انت عملت لي باك اوب بس انا شايفك عم تكتب كومنت بايدك من هون. هادا الكلام بيعني انه ما راح يصير باك اوب بشكل اوتوماتيك. نعم هادا الكلام صحيح. ما راح يصير بشكل اوتوماتيك لانه احنا لم ننتهي بعد من عملية ايش الى الانستاليشن. لانه انت بعد ما تخلص هاي الانستاليشن كلها. لازم انت تروح على الاب على كونسول على كيرنل هو عندي. وتضيف للسكيجول عندك. تضيف ايب انت هوني تشغله او كومند تشغله. هوني. ومنقول له بالطريقة اللي بدنا اياها. فانا هوني راح ننسخ عندنا كومندين. كومند اللي اسمه رن اللي نحنا عم نشغله حاليا كلنا. طيب. والكومند التاني عفوا. ما هون هون. بالسكيجول. كومند اللي اسمه هادا هو اللي نحنا عم نشغله. فبتقول له انا بدي اياها كل يوم الساعة امانة. ازا كزا. او ممكن تقول وعندك عملية ممكن تخليها مرة واحدة بس في اليوم. مو ضروري ابدا والافضل طبعا ما يكون. طبعا اه خمس دقائق. ممكن شوي كتير ممكن نقول شوي ازبط الان. فبالتالي انت هون طبعا لما بتعمل على حسب السيرفر عندك لازم تكون انت عامل بيشغل الامر اللي هو بيتش بي ارتسان اللي هو آآ بيشغل آآ آآ الاسكيجول هاد. طيب. فبي رح يشتغل بدون اي مشاكل والكلين اوب طبعا ايضا رح يعمل عملية التنظيف بحسب الاستراتيجية اللي انت كاتبها في البيتش بي ارتسان. ممكن نجرب نشغله يدوي هون من ايدنا لحتى. نجرب. عفونيك. بيتش بي ارتسان. باك اوب كلين. اذا. كلين اوب فايل بيكوز. there is no notification class. to handle clean was successfully. هلا انا ممكن هون اعمل شغله. نشوف هادا ال notification ليش عا بيضله يطلع على مشكلة. انا ما بدي notification هل الموضوع اجباري. ممكن انا كان لازم. ما الغي بيحط الطريقة. لازم الغي افضي الarray. اذا نحن شغلنا غلط هون. نرجع منفقلهم بهالطريقة. واللي ما بدك يرسلك بريد بتحط فيه هون الarray بتفضيها. اذا هون عندنا was success. فضيها. عندنا اذا backup was healthy backup. فضيها. وعندك backup was successfully. ايضا عملناها فاضي. خلونا نجرب الان. بدون مشاكل. حتى كمان اللي هو backup run كمان. اذا جربنا الان. كمان مفروض ان بقى يعطينا انه في مشكلة في notification لان احنا الان بهالطريقة هاي طريقة الصحيحة. لاننا لغينا. طيب. جميل هالحاكي. لان انا عم بيرفع ما فعندي على عم بضبقى عندي على السيرفر على فانا بدي اياه يطلع على ال الستري. كل ما علي فعله هو انني اجي لهون. وقال له بدل من الستري. وممكن تخلي الاتنين. لكن ما في داعي. فانا هلا بما رح قال له backup run. اكيد رح ياخد شوية وقت لحتى ينقل على الستري. يعني ثانية واحدة زيادة بس مو اكتر. ولما رح نجي لهون على الباكيت بضغط refresh. رح نلاقي مجلاد اسمه backup. وفيهه backup طبعا. نفس اللي 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 عملنا عندنا باللوكل لكن هالمرة ارتفع بشكل تلقائي عن سيرفر. والان ازا بيحترق السيرفر ولا بيطير ما بقى بهمنا ليش? لان ملفات الموجودة عندنا على الستري. الباكيتب موجود على الستري. والكود الاساسي موجود على ال جيت. فما بقى السيرفر شي ابدا مهم. ملحوظة صغيرة بس هون في الكيرنل انت. اااااااااااااااااااا امم كان تقول له انه اون وان سيرفر. هي بيتلزم الناس اللي بيكونوا عاملين شي اسمه ويعم يتشغل اكتر من آآ سيرفر بيتشبي لنفس الموقع. في حال ما فهمت هي اخر نقطة يبقى هايدا الامر ما ولازمك. لما راح يحتاجه راح تعرف لوحدك. آآ بما انك الان ما حتشته ممكن تخلي هيك متل ما كتبناه ما راح يشكل فرق كبير. طيب فا ازا بدنا نشغل طبع مشان اوريك انا المسأل فرق انه ما راح يشتغل اش راح يعمل آآ مالي فاكر الامر صراحة. نحاول نتذكره مع بعض. بحبي ارتسان. سكيجول يمكن رن. did you mean even one server? ايضا. انا خلطان بشي. اوكي. اذا نو سكيجول كماندز. ار رادي تو رن. يعني هذا انا عب يقلي انت ما لاقيت شي اشغله. طيب. فكل خمسة عشر دقيقة لما هو راح يشغل هذا الامر راح يقلك انه انا لاقيت امر اشغله. وهذا الامر انت لازم تعمل كرون جوب يطلب هذا الامر مسلا كل دقيقة عندك او كل خمس دقائق لحتى يصير يشغل كل اللي موجودين عندك مو بس الباكة. يعني مواضية شوية متقدمة و راح بتدخل في المواضية تانية بس اه ما في مجال طبعا نشرح كل شي هون. اذا ما بتعرف الشي عن سكيجول لازم تقرأ عنه او تدرسه و ممكن تقرأ من التوثيق الرسمي. هلا انا ما بعرف اذا احنا شرحنا كل شي لازم نشرحه ولا لسه. خلونا نجرب الان الايمير. نجرب نشوف الان اي مدى هو جميل اصلا اللي ممكن يوصل لك. هيناخد اللي هو بحال شكل. خلونا نشغل لنشوف هونه ازا اه راح نقول طيب يا ترى ليه? طيب انا عندي مشكلة كان بس بحساب امازون الاس اي اس فانا اللي حتى ما ادخل في مشاكل البريد الالكتروني كتير عملت شي اني انا ربطت مع اللي هو الميل تراب لحتى بس اقرأيكم الرسائلة كيف راح توصل. الميل تراب اللي ما بيعرفوه هو طريقة لانك تشوف الرسائل الايميل بدون ما انت ترسل رسائل فعالية. مهما كان انت مثلا ممكن ان ترسل لبريد جيميل او حط ميل الى اخره. فعاليا اللي بيصير هو ما بيروح لهانيك وانا مكلوب يتجمع في هذا المكان. طيب فانا عملت لك. ما رح كتير ادخل معكم بهاي الامور ممكن في مواضيع اللاحقة في حال مهتمين ندخل فيه. اه الان في حال انا جيت الى هذا المكان الان. او خليني اوريكم بشكل سريع كيف صار. بالانفيرومنت انا عندي هنا بحط الاميلر اللي هو اس ام تي بي. وابدأ بعمل المعلومات اللي هو بيعطيني ها اللي هو الهوست. والبورت ويوزرين باسفورد. ورح يصير العملية متل ما حكينا. فانا باجي الان بقول. بضغط على انتر. شي اللي رح يصير الان انه انا. هيصلني رسالة هون بتعطيني معلومات انه كله بتم بنجاح. ازان هاي هي. كان عندنا مشكلة بس في اعداد البريد الالكتروني. اه في حال انت حابب تربط مع ميل اتراف هي هي الطريقة ببساطة شديدة. في حال حابب تربط مع امازون وبسيرفزز مش عاني يصل الى الايميل. امازون بسيرفزز نحنا شرحنا ايضا في الدرس الاول من هذه السلسلة. او ممكن تستخدم اي مزود خدمة لارسال البريد. ما رح يكون في اي مشكلة مع الباك اوب. فتمنى ان تكون الدرس واضح فعالية ما كتير اشتغلنا اليوم مع امازون لان نحن في الدرس السابق. ربطنا مع الاس تري. لازم تكون شايفة الدرس السابق لحتى تقدر تشوف هذا الدرس. واللي عملنا اليوم هو بس اننا ركبنا الباكيج وعملنا شوية بسيطة. فتمنى تكون الدرس واضح. ما قطلنا عليكم. لا تنسى لايك شير سابسكرايب واذا فحي اجراء السلام بهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.